ترجمة نانسي قنقر في ليلة وضحاها ينقلب السحر على الساحر وتروج الدوحة بأن المياه تعود إلى مجراها تكتيك مفضوح جديد يستبدل القديم المفضوح إلى أين منتهاه بالأمس كانت تبيع الجميع لتشتري ظلال الإخوان المسلمين ويبيعها الجميع لأنها تتدخل من خلال أموالها الداعمة للإرهابيين بهدف زعزعة الأمن في تلك الدول إلى أن وقعت الأزمة وقطعت الدول علاقاتها بقطر لذلك السبب واليوم قطر تعيد سفيرها إلى مرتع الإرهاب الأول في العالم تهران ليس لتتجرأ وتحاول أن تتدخل في شأن إيران كما فعلت مع أشقائها بل ليكون نذير شؤم على أهل قطر فما ذاك إلا إذعان وما لنظام قطر بدا من حلفائه الجدد يبدلهم بإخوانه وأشقائه في الخليج العربي لقد خرج عندما خرج سفير قطر من تهران إبان سريان مفعول كذبة قطر بأنها حليف وبأن مصيرها مرتبط بمصير دول الخليج فالسياسة القطرية أنذاك كانت تتبع أسلوبا آخر كانت تتبع نهجا بعيدا عن حقيقتها التي سرقت من الماضي بعيدا عن حقيقتها التي عاد بها هذا السفير تاريخ السفارة القطرية في طهران تاريخ لم ترد له الدوحة أن يظهر للعيان تاريخ أثقلت كاهله المغارم التي ظنت قطر أنها تكسبها عند أهل الخداع والوشاه من انقلبوا على أنفسهم وهددوا أمننا وأمن قطر بأن يصدروا ثورتهم إلى المنطقة العربية بعد انقلابهم على ثورة الشعب الذي ثار على صاحب السلطان أنذاك شاه إيران فالمسؤولون القطريون اليوم هم أقرب من أي وقت مضى إلى إرضاء طهران يسعون جاهدين لكنهم لن ينالوا البر حتى الآن ولن ترضى عنهم إيران حتى يتبعون ملتهم الثورية ويجعلون الدوحة معبرا إلى خليج العروبة وبيت الله الحرام ولكن ليس بعجيب على نظام كنظام قطر أن يكون لقمة سهلة أمام نظام الولي الفقيه فقطر هي من جعلت من نفسها لقمة سهلة بعد أن تحالفت مع كل جماعة إرهابية وكل فصيل متطرف وأبرز شخصيات الإرهاب التي دعمتها ومولتها وجعلت منها سلاحا تطيح بأنظمة العالم من خلاله ولكنها فشلت فشلا ذريعا فقد كشفت اللعبة كشف من اؤتمن وخان الأمانة وفضح من تآمر وبانت خفاياه فجاءت المقاطعة من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ولحقها من لحقها من دول العالم إن من ضاقوا ذرعا بسياسة قطر الخارجية فاليوم يشهد العالم فصلا جديدا من فصول قطر فصلا تشير علاماته الأولى إلى انتقالة نوعية في سياسة قطر الخارجية وتجديد للأولويات فهي الآن تلغي كل البنود التي وضعت لمجاملة أعضاء مجلس التعاون وتضع أولوياتها بتجديد تام عن كل اتفاقياتها السابقة وكل أعراف العرب والمسلمين وترتمي في حضن إيران ولن يكون مستغربا بموجة بكل هذه الحقائق أن تكون الدوحة محراكا جديدا لشر الحرس الثوري نحو أهداف جديدة لها